أطلقت وزارة الأوقاف مشروع قوافل سقوك الأطعام من خلال البدء بـ 400 طن على أن يتم توزيع 100 طن من اللحوم شهرياً على 100 ألف أسرى اعتباراً من شهر فبراير الجاري وبسعر 300 جنيه لصق الطعام يأتي هذا المشروع في إطار عدد من المشروعات التي أطلقتها وزارة الأوقاف والتي تخص قوافل سقوك الإطعام وذلك لتوفير أكبر قدر ممكن من الطعام للفقراء والمحتاجين في عدد من المحافظات أنا بأعتبر ده واحد من أهم المشروعات الاجتماعية اللي بتنفذها وزارة الأوقاف وحضرتكو تابعتم معنا النجاح الكبير لمشروع سقوك الأضاح ده شجعنا أن ننطلق في سقوك الإطعام وبنأكد أن ده بقى مستمر على مضايا العام البداية النهاردة بدأنا مع السادة المحافظين مع وزارة التضامن ندق قعدة بيانات بالمستهدفين الحقيقيين الأولى بالرعاية بالفعل المستهدف أن نصر للأسعى في المرحلة الأولى مرة كل شهر بدل أن كنا نصر لهم مرة في العام في السقوك الأضاحي يبقى التوزيع على مضايا العام نستهدف في المرحلة اللاحقة أن نصر إليهم كل أسبوعين ويمكن أن نصر إليهم إن شاء الله في المستقبل كل أسبوع كما أكدنا البداية بمئة ألف أسعى النهاردة في خمسة طن لمحافظتي القاهرة والجيزة غدا سلاسة طن لسلاسة ألاف أسعى بمحافظة الدقاهلية ويستمر التوزيع بواقع خمسة وعشرين طن كل أسبوع بواقع مئة طن كل شهر ترجمة نانسي قنقر